طيب نرجع بقى انا اقول لكم الاتحاد بيفكر في ايه خلال الفترة اللي جاي الاتحاد عنده ملفين بيشتغل عليهم اتحاد الكورة مجلس الادارة خلال الفترة اللي جاية عنده ملفين بيشتغل عليهم او عنده اتجاهين اولا اتجاه انه هو عنده خطة اعداد للمنتخب الولمبي اللي هيشترك او اللي هيشارك في دورة الالعاب الولمبيية في باريس خلال الصيف اللي جاي وحنا بنتكلم في غلاص بنتكلم في شهور يعني بنتكلم في 4-5 شهور والمنتخب هيسافر باريس عنده دورة الألعاب الأولمبية مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي فجانب الإعداد للأولمبيات بالتأكيد المجلس ذا هيستمر لغاية نهاية مدته وفكرة إن المجلس يقدم استقالة الموضوع ده مش وارد بعد ما تأكدت بمعلومات رسمية فكرة إن هذا المجلس يتقدم باستقالته الأمر ده مش وارد فيه ناس في المجلس عايزة تقدم استقالة فيه ناس في المجلس عايزة تقدم استقالة على فكرة العدد مش عضوة أو اتنين واحد بيتكلم بجدية والتاني بيقول أنا ما عندش مشكلة هقدم استقالة لو هقوله هيستقيل بالإضافة لكده إن الكابتن حازم المشرف على المنتخب ما عندوش مشكلة حتى إنه هو لو ما قدمش استقالة ما لوش علاقة بالإشراف على المنتخب حتى نهاية مدة المجلس الحالي أنا بقول لكم معلومات بما يدار حاليا على طولة الاجتماع في اتحاد القرى لأنه النهاردة كان فيه اجتماع ودي حضروا 70% من أعضاء مجلس الإدارة وبعد هذا الاجتماع الودي خرج هذا البيان يعني أنا نهاردة وأنا داخل الحلقة وتقول لكم النهاردة فيه اجتماع ودي لغاية دلوقتي مستمر بس مغرد بداية الحلقة الاجتماع خلص وصدر هذا البيان ففكرة الاستقالة مش وردة بنسبة كبيرة خلاص الناس هتكمل نهاية مدتها ليه بقى كمان فكرة إنه لو حصلت استقالة أصل المدير التنفيذة هيدير المجلس لغاية موعد انعقاد الانتخابات في شهر 8 اللي جاي ده مش هيحصل دلوقتي الفيفا أي مجلس بيستقيل بيعين لجنة الموضوع ده على فكرة بقى بيحصل في كل اتحادات إفريقيا ما بيحصلش في اتحادات أوروبية أو اتحادات في أمريكا الجنوبية أفريقيا بس هي اللي بيحصل فيها دي بيحصل فيها ده أي اتحاد بيستقيل بيتعايل لجنة ما بيتمش إسناد الأمور التنفيذية للمدير التنفيذي ما بيحصلش الكلام ده بيتعايل لجنة ففي تخوف إن فكرة اللي جان تيجي من تاني وتقعد من تاني وبدل ما يكون في انتخابات بعد 5-6 شهور لأننا نفسنا داخلين في اللي جان ممكن تقعد سنة وسنتين زي ما حصل في 2019 فدي وجهة نظر قد تكون وجهة نظر صائبة ماشي استحملنا سنتين ما جاتش على 4-5 شهور الجايين كده كده الدور المفروض في ربطة بتديره المجلس مالوش علاقة بيه بس أتمنى المجلس في الست شهور اللي جاية يعني أتمنى يشوفوا أخطاءهم فين ويعالجوها وتيجي ناس تانية الدير والناس اللي كنتمقولوا دلوقتي ما تترشحش أصلا يعني أتمنى ده يحصل في الفترة اللي جاية لأن بصراحة كان التجربة مريدة